المتسابقة فاطمة برذوشي من ألبانيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى الطلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعقلون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة رب ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا ما أنزل علي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة ربكم ونعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف والله بما واتقوا الله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون السؤال الثاني اقرأ من قولي تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييئس ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييئس أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبَ حسبك إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبَ حسبك السؤال الثالث اقرأي من أول سورة الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأسقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى حسبك أحسنتي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر